اشتركوا في القناة كيف يتسهلك تحفيظ كيف يتعامل مع الغذاء ديالنا على الاسماء زراون الزيتون وقيلة بدأ الموسم ديالو لخديل شهر عشران بداية ديال شهر حداش غادي يبدأ تحين ديالزيت الزيتون على الاسماء نعم هدي هي الفرصة فيه هدي النقل الزيتون اللي هو حقيقي والزيتون اللي هو بالفوائد ديالو بني كان قلبه عن الفوائد زيت الزيتون تلقوا انه زيد القلب الشرايين مضاد فيه لبوليفينول مضاد للاكسادا فيه بجو عمل فيه المانيزيوم فيه البوتاسيوم يعني وفيه سوديوم فيه بجو عمل معادن نعم طبعا اللي بغى يطحن للأسماء اللي بغى يطحنه داي من اسئلة احنا كتجينا يعني في اللقاء المفتوح انه الناس كتبغى تشري الزيتون وطحن علي بديها باش ممكن تنصحيهما للأسماء الزيتون كيف يشتكون فين؟ نعم نعم هذا مثالة مهمة التحان ديال الزيتون لازم انه كيف يتم الزني ديالو يتم الطحنة ديالو مهم لاش نسأل هذه انه قدم مثلا بالتحان ديالو قدم للزودة ديالو الزيتون كتكون احسن فنهارو ولا لا اسماء فنهارو فنهارو يعني ما الافضل ما الافضل ما الافضل زمال يقدر اللي يقدر انه يشرف فنهار يكون اسم منش جرال تحاني يعني كيبقى محافظ على المكوناس ديالو كيبقى محافظ على الجودة ديالو وعلى ما كي يتصابش بسموم فترية يعني كيبقى على اه نفس اللي غينا فساس هاد الفترة هدي يكن يبقلين ان ناكله زيتون زيتون بمعناه الحقيقي اه بمعنا اننا طول الان كان ناكله واحد زيتون اللي تم الحفظ ديالو تم الحفظ ديالو في يعني في المالح تم الحفظ ديالو في دماغنا ديالو ولكن الان غينا كلينا ناخده هادك الزيتون اللي هو مر مهم وهو مني كان قلبه فلان تغناده ونسان قلبه باي حاجة وثلقة والثوائد ديالو ورا كي يتكلموا على هادك اللي كيكون يبقي جديد وبقي مر وما فيش الملحة هادك هو فعلا الزيتون اللي اه في هاد الزوائد كاملة اه كيجيبوا الناس عاوتيني كيسولوش بالزيتون اللي هو مزيال الاخضار الكحل مهم 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 كيدخل واش هنا يعني اه كينش فرقة لله اسناء ضرورة. اه شوفي هاد سؤال جوبنا عليه مرارا وتكرارا ودائما كنزاوب عليه. وغاد ان مازال ملتاز بعد اللي زاوب ديالي هو انه زيت زيتني لهذا الطيب وطويجي ديال الخضرة ما كينبسي لابغان انطيبو بيش. لان اه اني كنون طيبين اه مطيبين يعني تاجي ديال الخضرة. راه زيت زيتن ما كيوصوش يحضروا صحرارة عالية اللي غدين خافوا عليها انه يدق هذا ولا يضيع. في حين ان اللي كان خافوا هو مني كان هضف على القلي. القلي فعلا اه ما كينبقلش به. ثلان غدين حطوه منه للمقلة وانطخنوه وانزيد عليه شش حزلة. دائما كنحطوا الابل. عاد كنزيدوا اللي غديتين عاد كنزيد عليه زيت زيتون. اه هذا هو اللي هدي هي القاعدة فقط. يعني اللي بغاية اللي بغاية يباية يباية يباية. قواعد مهم مكسطها لنا اسماء الظريون مرارا وتكرارا على موجة الادع الوطنية. وفي حصة التغذية واحنا ما كان عاوضوا الفكرة وما كان عاوضوا المعلومة الاو كان عرفوا كيلي فاتلي ما تسنتش كيلي ما تبعش كيلي ناس لحنا يكسب لهم جداد اللقاء اللي فتوها انهم كي تسنتو لنا فواجبنا اننا نعاوضوا المعلومة لنا اسماء الظريون مشكورة جدا اشتركوا في القناة